في أجواء رمضانية داخل مسجد عمر بن العاص بالقاهرة احتفلت وزارة الأوقاف بذكر انتصارات العاشر من رمضان بحضور عدد من الأئمة والمشايخ والمواطنين بهدف نشر روح الوطنية والوعي الديني والمجتمعي هذا وتعتبر الاحتفالية أولى الفعاليات التي تقام بمسجد عمر بن العاص بعد الانتهاء من أعمال صيانته وترميمه والتي استغرقت 14 شهرا طبعا المسجد ده له تاريخ كبير وله يعني مكانة كبيرة في قلوب كل المصريين وكل المسلمين هو أول مسجد بني في مصر وأول مسجد بني في أفريقيا هذا المسجد المبارك نتنسم فيه عبيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني انت متخيل حضرتك المكان اللي احنا وقفين فيه الآن مشى فيه أصحاب النبي سيدنا عمر بن العاص صيدنا عبد الله بن عمر بن العاص والأئمة الكبار جلسوا في هذا المكان الإمام الشفعي والإمام الليث بن سعد والإمام بن حجر والإمام العز بن عبد السلام وهذا الجامع يسمى بالأزهر قبل الأزهر لأن المسجد ده بنية قبل الأزهر بتلتميت سنة وكانت تدرس فيه المذاهب الفقهية الأربعة في هذا المكان المبارك ففرحة يعني كبيرة في قلوب المصريين بهذا الافتتاح هو الحقيقة طبعاً مسجد عمر بن العاص تاجي الجوامع معروف طبعاً تاريخه ده أول مسجد أنشئ في مصر وفي أفريقيا فكان طبعاً يستحق مننا كل الاهتسمام يعني وإن احنا دايماً نوالي يعني تدعيمه المؤلاء عليه والحفاظ عليه أنا شايف أن يفدي تطول في الجوامع كلها في أغلبية الجوامع في مصر يعني الحسين أنا روحته مرتف في نفس النظام في شغل كميل جداً أنا أتعمل في الحسين في ستن في سبع مول يعني في أغلبية الجوامع الكبيرة الله صلى الله عليه وسلم في اهتمام بيها